لم يكن لأحد أن يرى تسلسل الأحداث في العراق عقب الاحتلال الأمريكي ولا يشاهد ملام حظ محلال الدولة والاتجاه نحو المجهول أو الفوضى وها هي بغداد اليوم مثال على ذلك إذ لم يعد التنافس بين الأحزاب ينفرد بإشعال الشوارع في العراق بل يتمحور الصراع اليوم بين الميليشيات المتنفذة وأجهزة الحكومة نفسها وكأنها دولة داخل الدولة تحاول إحدها السيطرة على الأخرى متغذية بأجندات خارجية وحزبية فضلا عن مكاسب شخصية عقب اعتقال القيدي في ميليشيا الحشد قاسم مصلح المتهم باغتيال ناشطين في التظاهرات وصلت الأجهزة الحكومية والميليشيات إلى نقطة افتراق عقب سنوات من التعاضد حتى وصل الأمر إلى تبادل الاغتيالات وكان آخرها اغتيال مدير المخابرات بمنطقة الرصافة في بغداد نبراز فرمان أعمال الاغتيال أتت في أوج توتر علاقة الكاظمي ببعض الميليشيات المعروفة باستخدام الاغتيالات لتصفية خصومها والأسيما أن فرمان هو ثاني ضابط مخابرات يقتل في غضون أشهر عقب اغتيال المقدم محمود ليث في شهر آذار الماضي فتيل الأزمة لم يشتعل الساعة لكنه وصل حد الانفجار بعد اقتحام الميليشيات المنطقة الخضراء وسط بغداد وحاصرت لمدة مقر إقامة الكاظمي وسبق الاقتحام استعراض كبير لما تسمى ميليشيا ربع الله في بغداد حملت من خلاله رسائل تهديد تبادل الأدوار وتغير الحلفاء سمة بارزة للعملية السياسية الحالية في العراق لكنها هذه المرة تظهر صراعا محموما على السلطة بين الأحزاب والميليشيات يغلف باتهامات بالعمالة أحيانا وبإهانة هيبة الدولة أحيانا أخرى ومع كثرة المتغيرات يبقى غياب الدولة وكذب من يتحدث بها أثابت الوحيدة للوضع الراهن